بس هي الماما كانت بتحييكي بصوت عالي بتشجعك صح؟ يلا حبيبي يلا كده تعملي ايه بقى في الوقت ده؟ أشو الماما بتيجي يعني ما تشات مش كتير بس لما تيجي بتبدأ عايز تنصحني يعني ما تحركي دلوقتي ما تضربي الفورهن ما تضربي البقر وانا ببوصلها كده ماما خلاص خلاص خليني اركز يعني وبعدين بعض المشغل انا اسف انا ما قدرش يعني لازمني اتكلم وعطيك نصاقة حمتها يقول اوكي بس انا عندي يعني جايبة كوتش وبيش يشجعني ويعطيني نصاقة هادهما بس دايما يعني الماما لما بتشجعك احسن من اي تجيئة اخر طبعا اجمل صوت ممكن الواحد يسمعه لسه بتلعب؟ هي لا ما تحبش لعبش يعني انت متخيلة لو هي كانت استمرت تلعب وانت نزلت تلعبيها طبعا هتسيبيها تكسب حق اكيد بس هل حتبقي الليفل كان هيبقى اي شكل لا هي كانت بتلعب اماتور يعني يعلى بس كانت رياضية وبتحب الرياضة دايك اللي خلينا في العائلة كلنا نطلعوا رياضيين ونحبوا الرياضة قولي لي يا انس في رحلتك الرائعة دي كونك عربية هل دا عمل اي اي عوائق ولا كان ترحيب بك تمام ولا ايه؟ ام نقول اكيد انا ما نعرش مش معناها تكون فرنسوية ولا امريكانية بس اكيد الاسهل في الدعم ام نحن في شركات ما كانش عايزة يعني تتعامل معايا ام نحن انا من تونس وعشان انا عربية وكان هادايا ما يساعدش كتير والحقيقة بالترتيب متاعي رقم ثنين غيرت التفكير متاع للشركات العالمية ودلوتي بيعملوا فروع في افريقيا في الميدل ايست عشان يشجعوا العربيين اكتر وكنت بتكلم مع سبونسورز متاعي دلوتي وقلت لهم يعني من احسن اللي بيجولي قبل قولي ما فيش ماركت حلو في تونس اش اكيد يعني في افريقيا في تونس في العالم العربي كيفاش تقول ما فيش والحقيقة انا حسيتها اكتر قبل وقلت لها ان شاء الله بش نخدم على روحي وبش نوريهم اللي هما غلطانين ونفس الشركات دول بيجريوا ورايا من دلوتي طب انتي قولي لي ليه في السنين اللي فاتت وجهة نظرك يعني ليه اللاعبات واللاعبين العرب ما كانوش واخدين مكانة فيه يعني برشا حاجات برشا يعني كتير حاجات برشا يس اولا معناش الاكسپيريينس وما شفناش شفنا لاعبين قبل ما المغرب كانوا بهين بس مش كتير يعني لو واحد يوصل ويوري اللي ممكن تكون من تانية معالمين ممكن تعمل في في الجرون سلامز البلييف هذا ما كانش موجود اكتر مش مصدقين ان انتم ممكن انوصالوا مش مصدقين ان ممكن انوصالوا وبعدين اكيد فيه حاجات كما نقوله الملاعب يكون اكتر في تونس ولا في مصر ولا في نعرف في مصر بيحبوا سكواش اكتر من تنس تنس والله كان له واعتقد لازال انا طبعا ما بنزلش خلص دلوقتي بس انا فاكرة كويس ان امي كان بتاخدني متشاط تنس في نادي الجزيرة وشفت اسماعيل الشافع بيلعب بعيني وشفت بس مش فاكرة الاسامي دلوقتي